سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبد من ابتكر وهذه الحلقة الأسبوعية اللي بنعطيكم فيها أهم الأخبار التقنية والبداية هنتكلم عن شركة أبل وسلسلة آيفون 12 القادمة اللي صدنا نشوفها كثير تسريبات وتقارير وصدنا نشوفها حتى نماذج لنفس هذه الهواتف في البداية هذه الهواتف لن يتم إطلاقه في شهر سبتمبر زي ما احنا متعويدين من شركة أبل كل سنة هذه السنة سيتم إطلاق الهواتف في أكتوبر يعني بعدها بشهر وتقريبا في نهاية شهر أكتوبر وهذا بسبب أزمة كورونا عشان كده شركة أبل أجلت هذا الشيء لعله وعسى يتحسن الاقتصاد ويرتفع سوق الهواتف بشكل آخر لأنه حاليا سوق الهواتف سقط بشكل كبير وكل شيء أصلا تقريبا يعاني من انخفاض كبير هذه الهواتف ستأتي مكونة من أربعة هواتف فئتين عادية هتكون بمقاس شاشة 5.4 إنش و6.1 إنش الشاشات هتكون OLED من شركة BOE الصينية هذا الشيء سوته شركة أبل من أجل تخفيض قيمة هذه الهواتف لأنه هي تعتمد على شاشات شركة سامسونج ولكن شاشات شركة سامسونج مكلفة فهذه الخطوة جدت علشان يحاولوا يقللوا تكلفة الهاتف لأنه في ظل هذه الأزمة الهواتف لازم تكون بسعر أرخص من اللي نشوفه كل سنة الفئتين الثانية هتكون الفئة القوية البرو هتكون بشاشات 6.1 إنش و6.7 إنش هذه الشاشات هتكون من سامسونج OLED شاشات جدا ممتازة وهذا ما يعيب شركة BOE لأنها حتى هي تنتج شاشات ممتازة ولكن ما هي زي شاشات شركة سامسونج وحتى شركة سامسونج في الهواتف القادمة هي S21 هتاخد شاشات من شركة BOE عشان أيضا نفس الشيء تخفيض القيمة لمن يبيعوا هذه الهواتف في ظل هذه الأزمة لازم الأشياء تكون أسعاره أقل إذا كانوا يبغوا أيكون في مبيعات أكبر هواتف أبل الأربع النسخ تدعم 5G النوتش هيكون أصغر ونتكلم عن معالج A14 هذا المعالج اللي بحسب التسريبات هيكون بدقة 5 نانو متر وهذا الشيء اللي هيعطيك قوة جدا قوية لدرجة أنه هذا الشيء يعني يقوله أنه قوة المعالج تقارن مع أجهزة الماكبوك لكن أنا ما أصدق هذا الشيء لأنه الماكبوك جدا قوي لكن هذا بحسب تقارير كثيرة معالج هيكون 5 نانو متر وهذا هيكون أول معالج في العالم بدقة 5 نانو متر أما الكاميرات الخلفية الفئتين الأولى أو النسختين الأولى العادية هتكون مع كاميرتين خلفية أما النسختين الثانية اللي هتكون النسختين البرو هتكون مع أربع كاميرات خلفية ثلاثة كاميرات فعلية وكاميرا توف أو مستشعر ثلاثة الأبعاد اللي بنشوفه في جهاز الآيباد اللي بيعطيك مجسمات ثلاثية الأبعاد أمامك بالضبط هذا شيء ممتاز وهذه التقنية أصلاً هتكون مقصصة أكثر للمستقبل ولكن المفاجأة شركة أبل سجلت براءة اختراع لبطاريات قابلة للطيف هذا إيش معناته أنه هذه البطاريات القابلة للطيف مخصصة لأجهزة قابلة للطيف وهذا اللي يبين لنا أنه شركة أبل بتسعى لجهاز قابل للطيف قبل تقريباً سبعة شهور كنا نشوف تسريبات لآيباد قابل للطيف لكن ما صار شيء عشان كده إحنا بنتوقع أنه الجهاز اللي هيكون قابل للطيف وهو أهم شيء أصلاً وهي الهواتف فشركة أبل يبدو أنها تطور هاتف قابل للطيف فإنت إيش رأيك لو في آيفون قابل للطيف هل هينافس شركة سامسونج وشركة هواوي وهواتفهم القابلة للطيف ننتقل إلى شركة سوني وبحسب الصحفي الشهير جيسون شرائر سوف يتم الكشف عن بلستيشن فايف بالكامل خلال الأسابيع القادمة أيضاً في تقارير كثيرة تؤكد نفس هذا الكلام وسوف يتم الكشف عن بلستيشن فايف في شهر يونيو وليس شهر مايو هذا البلستيشن اللي شفنا له في حدث سابق الكشف عن العتاد الداخلي اللي عرفنا منه أن الجهاز هيدعم ألعاب البلستيشن فور والبلستيشن فور برو وهيكون SSD الذاكرة وأيضاً هتكون الدقة 4K وأيضاً تم الكشف عن يد التحكم اللي أطلقت عليها شركة سوني اسم دول سينس هذه اليد تم الكشف عنها على حسابات سوني بشكل رسمي بعد الحدث اللي كشف عن العتاد الداخلي لنفس السوني اللي هو البلستيشن فايف شفنا اليد اللي هي الدول سينس كانت تصميمها جداً جميل خلال أقل من 24 ساعة حصلت على 80 ألف إعجاب على تويتر بس هذه اليد هتكون أو أصلاً شكلها جميل لكن المميزات اللي بنسمع فيها فمثل الهزاز اللي الجديد بالكامل فيها اللي هيعطيك واقعية أكثر وأيضاً هذه اليد بنسمع أنها هتعطينا مميزات أفضل من كل شيء اللي كنا نشوفه وكنا نلعب به هذه المرة هذه اليد هتقدم مميزات تخليك أنك تحس أنه أنت فعلاً بتلعب أو بتتحكم فمثلاً لو بتلعب سيارة أو سباق سيارات فبتحس أنه فعلاً أنت بتحس بالهزات الحقيقية لهذه اللعبة اللي وضحوا أنه هذه اليد بتعطيق واقعية جداً قوية هذه اليد هتكون ممتازة البلستيشن أيضاً من كثر ما هو جداً قوي تخيل يعني ما فيه أصلاً شاشات توقف يعني أي خيار بتختاره على طول بتشتغل اللعبة ما فيه شاشات توقف أنك تصبر شوية أو شي تعبية أو شي يدور ما فيه شي كده على طول تشتغل معاك اللعبة ما فيه أي شاشات توقف هذا بسبب أنه البلستيشن هذا يحتوي على إمكانيات جداً عالية هذا البلستيشن سيتم الكشف عنه بعد أسابيع وأعتقد أنه الجميع متحمس آخر خبر هيكون مع البنتاجون وهذا الخبر هيكون شوية غريب هذا الخبر اللي البنتاجون نشر فيديو للمرة الثانية هذا الفيديو يوضح أجسام غريبة مجهولة المصدر تم تصويره من خلال أنظمة تعقب في الطائرات هذا الفيديو تم تصويره في الفترة ما بين 2004 إلى 2015 الفيديو يوضح كائنات يبدو لنا أنها كائنات فضائية هذا الفيديو منشور بشكل علني فهذه نتيجة جداً موسوطين أكيد بيها وأكيد وكالة ناسا أكثر شيء هتكون فرحانة يعني الفيديو شوية غريب لأنه قبل فترة شفناه كان منشور بس ما كان بهذا الطريقة أنه أصبح بشكل علني هذا فإش تتوقع؟ هل الكائنات الفضائية بدأت تصل؟ هذا شيء ممكن ما أحد يصدقه كمان نأخذ خبر ثاني بما أنه خبر غريب شركة كاتبوري المتخصصة في صناعة الشوكولاتة تعلن أنها غيرت شعار الشركة اللي دام خمسين سنة هذا الشعار أتغير نوعاً ما يعني الشركة قالك أنه هذا هو الشعار الجديد شفنا أنه الميلان تغير شوية الحدة صارت في الإضاءة أقوى أيضاً نفس الخط صار أصغر لكن المفاجأة الشركة تقول تكلفت هذا الشعار الجديد من البداية إلى النهاية إلى المصادحين قدامنا كلفت واحد مليون جنيه استرليني فأنت شوف الأمور كده وفكر فيها وإحنا من ناحيتنا انتهت الحلقة وخلاص إذا عاجبتك الحلقة أدينا لايك ونشوفك في حلقة قادمة مع السلامة اشتركوا في القناة